اثنتين عشر حالة من التسمم وصلت الى اقسام الطوارئ في الشمال ذراء تناول المخدر المعروف باسم نايس جاي بالرغم من منع هذا المخدر في البلاد بعض من الحوانيات الصغيرة تستمر في بيعه للعامة بشكل كبير في المركز لكن على ما يبدو قد وصل الى منطقة الشمال مؤخرا الحالات عم تصل نوعا ما بسبب تمي يعدام فالشخص بيصل مع نزيف بغض نظر بأي جهاز بالجسم الحالة كانت فيه نزيف بالجهاز الهضمي طبعا الشخص ما حكى بالبداية انه فيه استخدام للسموم لكن الخلفية الطبية كانت واضحة بالنسبة لنا تعاملنا معه من ناحية النزيف سيطرنا عن نزيف الشخص نام لفترة بالعلاج المكثف بعد ما سيطرنا على النزيف والشخص الصحي اعترف انه استخدم هذا النوع من السموم فكل شخص كان يصل مع نزيف بغض نظر بالجهاز البول او بالجهاز الهضمي كنا نتعامل معه بحذر شديد احد الحالات طبعا وهون رسالة بالاساس للشباب باستخدام هذا السم كتير خطر بالاساس بهذه الوضعية الملوثة النزيف هو مش نزيف عادي يعني مش شخص اللي بنجري حنزل شوي الدم وعالجنا المشكلة ابدا واحد من الحالات اللي اضطرنا انه ننكله على مستشفى رنبام للعلاج بسبب نزيف على المخ هاي حالات اللي ممكن يعني يكون حتى ما فيش منها خط رجع قانونيا يقع هذا المخدر في المنطقة الرمادية فبعض المواد الموجودة فيه غير ممنوعة بل ومستعملة في مجالات اخرى كإبادة الحشرات والتنظيف الا انه يشكل خطرا قد يؤدي احيانا الى اصابات خطيرة شباب صغار اللي وصلت مع وضع اللي هو بحاجة ل العلاج المكثف كان في عندنا مريض العلاج المكثف وصل مع نزول حاد جدا في الهيموغلوبين في الدم اللي ادى كل كل الموضوع بالاخر هو تبين انه ادوية اللي هي موجودة خلطات بالخلطات هاي بالمخدرات هاي الموجودة مننصح كافة الشباب شبابنا الممتازين اللي بيقدروا يمنعوا نفسهم عن وصول لهاي المراحل ولهاي المضاعفات والمشاكل الصحية اللي فيها حتى تهديد لحياتهن واجع لأهليهن الابتعاد عن هذه المخدرات والسموم وابتعاد عن كل اشيهو مشبوه الحالات اللي بتوصل ممكن توصل ل موت سريري وموت المخ فمضاعفات جدا قوية وما مننصح اي حدا يستعمل هاي الادوية ارتفاع عدد هذه الحالات في منطقة الشمال قد منذروا بموجة قريبة من هذه الظاهرة والتي بحسب المختصين هي تحصيل حاصل لتفاقم حالة العنف والجريمة التي يعيشها المجتمع العربي في الآوينة الأخيرة